السلام ورحبا بكم معي في فيديو جديد وفي النوذي الفابريكاسون في هذا الفيديو سنقوم بصناعات ماسك لبشرة الوجه لغايتها نظارة وفي ناس الوقت سيقوم بالترتيب ديالها إذن هذا الماسك سيكون صالح بمتياز للبشرة الجفة إلى المختلطة ونحتاجه في التركيبة 8 جرام طين أحمر 50 جرام زيت الأرقان 36 جرام زيت جوز الهند 14 قطرة من الزيت الأساسي لبضول الجزر وطبعا مادة حافظة هذا الكمية اللي استعمت غايت خرج ليه كمية صغيرة من المنتوج يعني انتو ميلة بغيتو كمية اقنقسو الزيت اقنقسو زيت الأرقان اللي غايت يرطبنا البشرة وغي يمنحها نعومة وغي ساعدنا في التخلص من الجلد الميت كذلك بالنسبة لزيت الجوز اللي غايت طبنا البشرة وغي اعطيها منظر صحي غنضفو عليهم طيل الأحمر اللي عندو دور مهم في تجديد الخلايا دلوجه وبالخصوص بالنسبة للبشرة الجفة لانه كيحتوي على اكسيد الحديد وغد ينخلطوا مزيان التركيبة حتى كنتأكدوا ان الطيل الأحمر جنس لنا تماما مع الزلوت في هذه المرحلة نضيف الزيت الأساسي لبضول الجزر اللي كيحتوي على كمية مهمة من فيتامين A والفيتامين O وكذلك المعادن لكي يساعدوا في إعطاء منظر صحي وشبابي للبشرة وكذلك عندو دور مهم في الترطيب كنبقوا ننزجو حتتي الجنس لنا تماما مع التركيبة وطبعا كنضيفو من بعد المادة الحافظة وغادي ننزجوها مع التركيبة جلنا وغادي نديروها في العولة باللي اختارينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجداد وننسوش انكم تشتركوا في الصفحة الخاصة بالقناة على الانستغرام وعلى الفيسبوك هنخلي لكم الرابط ديرهم في الوصف ثم غاي سهل على انني نتواصل معاكم وغنعلمكم بالفيديوهات الجداد وتقدروا كذلك تطرحوا عليا الاسئلة ديالكم حال هكا كنكون وصلنا نهاية الفيديو نتلقى ان شاء الله في فيديو جديد وفي النوفي الفابريكاسون باي باي